نهم الطعام أو البنج إيتينغ هي مشكلة ممكن يعاني منها كتير من الناس اليوم دكتورة ربا مشربش أخصائط التغذية رح تعرفنا عليها وإمتى من شخص أنه هذا الشخص عن جد عنده مشكلة نهم الطعام أهلا وسهلا ربا كيفك؟ أهلا ربا كيفك؟ شو الأقبار؟ إن شاء الله ما يكون في نهم صار بالحجر أنا لا شخصيا بدير بالي لأني بستغل فترة الحجر لأعمل رياضة طيب أقول صار لأدي عم بركض مثلا أو عم بعمل رياضة روح حلق أضيعهم بالأكلة لا لا على الفكرة ولازم نركز على هذا الأشي لأنه كتير ناس هلأ عم بتحاول تهرب من الحجر أو من القعدة بالبيت بالأكل وهذا غلط يعني أو إذا كان حدا عنده مشكلة فالبالعكس لازم نستغله بأوقات كتير في أشياء تقريبتوا بجديدة تعملي هوات جديدة كتير في أشياء من يدى نعملها بالبيت بطريقة حلوة أكيد غير الأكل فلازم ننتبه فأي حدا صار عنده نهم بده ينتبه انتبهوا طيب ربع بتقولي إنه نهم الطعام أو البنج إيثنغ هي زي مرض أو يعني حالة فيها تشخص صحيح فكيف الواحد بده يشخص إنه أنا ما انفجعت شوي ولا أنا أصلا عندي هذه المشكلة هلا هاي النقطة كتير مهمة مش كل حدا أكل شوي زيادة أو خبص مش مرات بيقولك خبصت شوي أكلت هلا لما أجي أحكي معهم شو خبصت بيكون عنده شعور بالزن بصلا متبعة حمية خاصة سيدات أكلت شوكولات أكلت شوكولات أكلت شوكولات أكلت كيك أكلت وجبة فري ولكن هذا لا يسمى البنج إيثنغ ديس أوردر أو أعراض نهم الطعام هلا لنهم أنا هون حاطة بعض الصور اللي بيتمثل شو بيصير بالزبط خلينا نمشي فيهم واحد واحد هلا أول إشي في كتير من الأشخاص أو السيدات في كتير أغلب عند السيدات بيصير عندهم رياضة عنيفة يعني برضو ما بيعني إنه كل واحد عنده رياضة عنيفة هي كل الأعراض مع بعض بيكون في عنا محاولات شديدة للتحكم بالوزن فبمره مراحل في رياضة عنيفة ضايت كتير قاسي ومرات منمره بمرحلة إنه انتكاسة وتناول كميات كبيرة من الأكل بيصير في عنا تفكير كتير كبير بالشكل وهاي كتير مرات منلاقيها عند المراهقات والسيدات أو البنات مرات بتصير حتى بعد الولادة إنه بيصير في عنا مشاكل بالتفكير بتفاصيل الوزن بشكل كتير كبير تمام؟ تعب وإرهاق خاصة بعد تناول الطعام لما يصير في عنا تناول الطعام بشكل كتير كبير اتباع حميات بشكل مستمري يعني بتلاقي هدول الأشخاص أو هدول السيدات أنا ليش بحكي سيدات لأنه الأغلب عندي السيدات بس بتكون عند الرجال توصل مرحلة إنه بيعمل حميات شديدة جداً بعدهم مراحل لا فبتلاقي الوزن يا طالع يا نازل يعني كتير في لخبطة بالوزن عشان شخصها أكتر بصير في عنا نوبات من تناول الطعام لما نحكي نوبات من تناول الطعام يعني تناول الطعام خلال ساعتين بكميات كبيرة جداً أكتر من الشخص عشان تشخص كمان بدها تصير على الأقل صارت مرة بالشهر هذا لا يعتبرنا هم طعام بدها تصير على الأقل مرة في الأسبوع على الأقل لمدة ثلاث أشهر متتالية أكي مرتين أدي مرتين بالأسبوع على الأقل مرة في الأسبوع ممكن أكتر من مرة بالأسبوع مدة ثلاث أشهر متواصلة ولما تصير النوبة ممكن تقعد فترة ساعتين من تناول الطعام بشكل مستمر وكبير وكميات كتير كبيرة أكتر من الحد الطبيعي هيك من شخص أنه عندهم نهم طعام وبعدين بيصير في عنا نوبات من الحميات القاسية يعني بتجيها مرات إنه بتلاقيها متبعة حميات شديدة جدا ومرات بتلاقيها بصير عندها هاي النوبات وممكن يصير حالات تانية إنه بتصير عندها خوف إنها تتناول أو يتناول الطعام قدام الناس مرات بتأثر على الحياة الاجتماعية لأنه ممكن تجي النوبات ما ييأثر عليه حتى مرات أنا دايما بحكي الأهل لازم يكونوا وعيين للصبايا أو البنات اللي عندهم إذا حسوا إنه الأكل عم بيختفي من البيت بشكل غير مبرد بكميات كتير كبيرة إنعزالية توتر سترس مرتبط بالأكل حميات قاسية جدا يعني هدول ممكن مرات تعملوا حميات بس على المي مثلا يتبعوا حميات إنه تقدر تحاول تسيطر على وزنها بس ربما مش دايما يعني مصاحب إنه زيادة وزن مرات بتلاقي طالع الوزن مرات نازل مش شرط يعني مش زي الأنوركسيا في حالة الأنوركسيا اللي هم البنات عادة برضه بتصيب السيدات بتكون نحافة شديدة جدا أل من المعضل الطبيعي يعني بكونوا كتير نحاف يعني بتطلع عليها بتحسيها زي الهيكل العظمي وبتقولك إني أنا مليانة أو أنا مش واصل الوزن الطبيعي هذا منسميه أنوركسيا هدول هاي منسميه البنج إيتنغ ومرافق مرات بكون زي البوليميا بوليميا اللي هي يرافقها مع تناول الطعام تقيقات لما يصير عنا مرحلة تقيق هون لازم ننتبه يعني كتير مرات بتصير إحنا منشوفها بالعيادات هم يعني بالأصد بخلو حالهم يتقيقوا بحسوا بالتأنيب الضمير بعد تناول الطعام لأنه هي ما بدها توصل لهاي المرحلة هي بتكون حاس إنه عندها مشكلة بيرافقها طرق للتخلص من الطعام اللي هي تقيق هلا هون عندنا المشكلة إذا صار عندنا مع البنج إيتنغ أو النهم تقيق هذا بيعني إنه كل حامض المعنى رح يطلع فرح تتأثر الأسنان الغداد اللي بتصير عند الفم المريق بصير عندنا مشاكل في المعدة فهون إنه إذا حسينا فيه فرد بالعيلة إذا كان ذكر أو أنثى عم بيعاني من هاي المشكلة بدها بدها يعني احتواء لهاي المشكلة بدها نتعامل معها بوعي ونحاول نعالج أصل المشكلة لأنه أغلب الوقت بيكون السبب هو نفسي أو مشكلة نفسية طيب هدولا ربع لأنه تضل معنا دقتين يعني لازم يروح عند أخصائي تغذية شخصهم بس الواضع كتير بيكون نفسي حاسسته أكتر لازم مع بعض يعني مرات نحتاج لطبيب نقدر نعمل فحوصات يعني إذا الإم حست أو إذا السيدة حاسة أنه عندها مشكلة بدها تروح عند ثلاثة بدها تروح عند طبيب عشان يقدر يعمل فحوصات ويتأكد ما صار في عندنا أي مشاكل صحية بدنا طبيب نفسي ضروري عشان نشخص السبب لأنه مرات بتكون يا سترس يا تروما يا مشاكل يعني بيكون في مشكلة نفسية معينة هلا التغذية كتير مهمة لأنه هدول ما بيصير يعملوا حميات لحالهم وحتى لما نروح عند أخصائي التغذية عادة الحميات القليلة جدا بالنشويات القليلة جدا بالسعرات الحرارية الحميات اللي منقلل فيها كمية الكالوريز ما بتزبط لهم لأنها بتأدي لها يرجع يدخلوا بنوبات من النهام وتناول الكميات مش بس هذا الأكل هذا الأكل معه أكلا انتي حاطتي روبا هذا زي مثال على شو ممكن يتناول الشوكولاتة جمبها تشيبس جمبها كيك جمبها ببكورن برغر جاج خبز روز أي إشيء بالتلاجة فهي مشكلة وبدها حل من التلاتة وبدها تعاون من العيلة محبة أكيد واحتواء لأنه مرات بدخل بهذا الأشي ما بيعمل بيكون فيه ضغط نفسي عم بيأثر عليه بيكون فيه مشكلة يعني هي بتأدي لهذا الأشي مرات هروب من واقع هروب من تروما صارت قبل أو مشكلة صحية هروب مرات عدم رضا عن النفس عن الشكل فإحنا لما نحلها بديكون فيه علاج متكامل من الثلاث أطلاق بالفعل يعني ما بتقدري تلوميهم أو تحميهم المسئولية واضح أنه فيه مشكلة عم تأدي لهذه صحة شكراً لكم أهلاً لنداً أهلاً